صباح النور دائما ما يترافق الحديث مشاهدين مع اقتراب شهر رمضان عن أهمية الصيام على الجسم والتغذية الصحية الحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا غنوة زبير خبيرة التغذية بمستشفى The View لنتحدث عن الصيام وأهميته خلال شهر رمضان صباح نور أهلا بك وشهر مبارك لألك وعائلتي كمان غنوة خلينا نجحا نذكر بموضوع فقرتنا أهمية الصيام إن كان على الصحة الجسدية والنفسية الصيام اللي ما بيعرف هو نوع من سترس إيجابي على الجسم لأنه هو بيتحدى الجسم أنه يفرز آليات دفاعية ومواد مضادة للأكسابة كما أنه بيساعد على تجديد المناعة الذاتية وتحفيظها لذلك منقول أنه هو نوع من سترس الإيجابي فهو بيشتغل على شيء من قلله الالتهام الذاتي واللي هي عبارة عن تجديد الخلايا التخلص من الخلايا القديمة والخلايا الميتة وتجديدها خاصة بالجهاز الهضمي بالجلد وبالكبد والأعضاء الأخرى كما أنه بيساعد على فرز هرمون النمو اللي هي كمان بتحفز تجديد خلايا بالعضلات وبالجسم بيساعد على تخلص من الوزن الزائد خاصة بالدهون وبيساعد على كمان هلأ الدراسات عم بتفرجي فرز أو تحفيظ آلية دفاعية من سميها ميجريتينج موتر كومبلكس اللي هي عبارة عن آلية بتكنس يعني تكنيس الخلايا بالجهاز الهضمي لإراحة الجهاز الهضمي ومن هون لأنه نحن بشهر رمضان لما منصوم نحس بهالراحة بجهازنا الهضمي هذا الشي بيخلي يعني نحن 90% من الجهاز العصبي مرتبط بالجهاز الهضمي والنواق العصبية لذلك منحس الراحة على الصحة النفسية والعقلية يعني والعصبية لأول مرة بسمع تعبير هالسترس الإيجابي للصيام لأنه فعليا هلأ شرحتيه بطريقة فعليا لحتى يرتاح الجسم بدنا نوضعه بحالة بركة من التأهب والسترس لهو يبلش يرجع يعيد هالتوازن يلي بيكون انتكس خلال السنة 100% وهي هيدا طريقة لا أول شي إذا في مرض نتخلص منه واسترجاع الصحة الجسدية طيب في ناس بدل ما يخسروا وزن خلال شهر الصيام بيزيدوا وزن خلال شهر الصيام شو بيكونوا عم يعملوا غلط هلأ أكيد يعني نحن العالم عم تنطر شهر رمضان مبارك لحتى تاكل أكتر تلجأ للحلويات والدهون أكتر فبتسيء العادات الغذائية بدل ما تتحسن يعني بتصير الناس تشرب قهوة أكتر شاي أكتر بتنام أقل بتتحرك أقل بتشرب ماء أقل هيدا كلها بتنعكس على الجهاز الحرق عنا على الجهاز الهضمي فبتصير بدل المشاكل تتصلح بتسيء فلذلك مثلا الأشخاص بتزيد وزن لأنه الجهاز الحرق عندها ما عم يشتغل وخاصة الأشخاص اللي هي معرضة أنه يصير عندها المشاكل منها مرضى السكر مرضى القلب ومرضى اللي عندهم مقاومة إنسولين نعرف أنه نحن يعني الصيام مرتبط بالمعتقدات الدينية لكن اليوم صار ترند منشوف مثلا كتير بالسنوات الأخيرة منسمع عن الصيام المتقطع هل بتشوف فيه فيه قواصم مشتركة بين الصيام المتقطع وبين صيام رمضان؟ طبعا يعني أنا مية بالمية بأكد أنه هالدراسات اللي طلعت من الصيام المتقطع وهالترند هي جاية من الصيام والصيام أصلا إذا بترجع لكل الديانات موجود بكل الديانات وهو طريقة لتحسين الصحة الجسدية والنفسية فالصيام المتقطع يعني طريقته شوي مختلفة ترندي أكتر عم تجده بالشباب أكتر ولكن الأصل الأصل هي العادات بالتقادل الدينية نعم طيب غنواء هون عندي سؤال لأنك قلت أنه عم نوضع سترس على الجسم بعدين لا يرتاح هو بالفعل ضروري نحن نوقف عن الطعام بغض النظر عن مثل ما قلنا أنه شهر الصيام له دواعي روحانيات معينة بس هو فعليا الجسم ضروري يتوقف ساعات على أنه ما يدخل له غزاء صحيح؟ صحيح صحيح لحتى يرتاح هل جهازنا الهضمي وطلما قلت لك الميغريتنج موتور كومبلكس اللي ذكرته كمان هلأ كثير عم ينذكر بالدراسات هو آلية لتكنيس الجهاز الهضمي إذا بدك وإراحة الخلايا ومن هون مثلا الفكرة أنه نحن مثلا بالأيام العادية معودين أنه نأكل وجبات ونأخذ معها سناكات هاي دي فيها تكون عادة خطأ نحن لازم نريح الجسم بين الفطور مثلا والغدا نجرب بين الوجبات ما نأخذ سناكات متفرقة حتى يشتغل هالالية التنظيفية فنفس المبدأ من مبدأ الصيام أكيد الناس بتصوم لساعات وبعدين بتفطر وهيدا العملية مثل ما قلت يجب أن تكون مدروسة حتى ما نكون عم نرجع أن تعب الجسم أكتر كمان يزداد خلال شهر رمضان بسبب العطش طوال كل اليوم شرب الماء وبتزداد كمان شرب العصائر عم نشوف هون صورة هلأ كمان ترندي كتير عصائر الخضار خبريني عن عملية الشرب أيضا يعني وين أهميتها وكيف يجب أن تتم خلال شهر رمضان صح هلأ نحن بنشوف مكونات العصير الأخضر العصير الأخضر مكوناته ورقية خضراء جرجير سبانغ بقدونس كزبرة وبينضف له كمان الكرافس الليمون الزنجبيل فإذا منطلع هيدا كلها مواد طبيعية مواد فيها عناصر غذائية عالية فيها ألياف مواد مضادة للأكسد والالتهابات اللي بتعمله يعني شغل العصير الأخضر مسؤول عن احتباس المعادن الثقيلة والثموم اللي بتطلع من الجسم وقت الصيام نحن وقت نصوم بلش الجسم يطلع مثلا يخف الدهون منه الدهون نحن بتجمع عنا السموم بتجمع عنا المعادن الثقيلة فهيدا بتطلع بالدم بتطلع بالجسم بالجهاز الهضني فالعصير الأخضر هو مسؤول عن احتباسه هلأ بحالات معينة العصير الأخضر ما بننصح فيه للأشخاص اللي عندن امساك لأنه ما عنا حركة جهاز هضمي مستمرة وكونسستنت اللي بيصير انه الجسم بيرجع بيمتص هالسموم المعادن الثقيلة فبتصير عنا المشكلة أكبر وننصح كمان الأشخاص اللي عندن سكر ومشاكل قلب ومقامة إنسولين أنه ينتبهوا لأنه بعض المكونات بتتخلى مثلا يا أما حبة تفاح أو حبة كيوي لتزيد حلاوتها فممكن مثلا يخلوه بس عصير خضار مية بالمية وهون بنصح أنه يستخدمه طريقة الخلط وليس طريقة العصر لأنه لما منخلط بس ما عم يعني ما عم نخلي هالألياف أو هالأخذية تروح ما نستخدمها بالعكس عم بتضل بالعصير وعم بتساعدنا لحتى نتخلص من السموم بالجسم طبعا بعض الناس خلال شهر رمضان بيشعروا بالتعب هلأ هيدا التعب هو طبعا لقلة الغذاء طوال ساعات وما تنسى أنه الناس بتروح على أشغالها وبتمارس حياتها اليومية وبتصرف طاقة وبتصير يعني تشعر بالتعب وأيضا مرات من بعد الأكل بيصير في كسل كيف يمكن تفادي إذا بدك غذائيا الكسل والتعب يلي بيعاني منه بعض الناس بهالشهر سؤال بمحله هلأ هو الأول فترة من الصيام طبيعي حتكون مصحوبة من التعب ولكن بعد فترة خاصة إذا الأشخاص اتبعوا الأنظمة غذائية جيدة الواحد بحس حاله أنشط بحس حاله فرش أكتر راسه مرتاح نفسيته مرتاحة ولكن المشكلة بتصير لما عم يعني نروح على الطريق الخاطئ اللي هو العادات الغذائية السيئة لما عم ناكل دهون نرجع نفس القصة السكريات هلأ اللي بيصير أنه لما الواحد بيأكل سكر حلويات نشويات مكررة اللي موجودة مثلا بالكنافة بالأطايف بالمعمول يعني الأشياء اللي بيحبوها برمضان بيعلى السكر بيعلي معه هرمون الإنسولين الإنسولين لما بيشتغل بيوطي بيرجع مستوى السكر ممكن يوطيه لها مستوى أقل من اللازم هيد الهبوط بيأدي لتعب بيأدي لخمول بيأدي لعصبية نلاحظ أنه العالم بتصير بتعصب بشهر رمضان بيأدي لكل هالعوارد اللي تكرناها بالإضافة لعدم شرب الماء بطريقة مثلا كافية بالإضافة لقلة النوم يعني كل هالعوائد بتساهم بالخمول والتعب وهون بما أنه ذكرت موضوع الماء في فكرة خطرة عبالة لأنه نحن ممكن نشرب ماء بس ممكن ما ننطصة بشكل كامل فلذلك طريقة الامتصاص هي إضافة الشوارد اللي هي مثلا بتجي يأمم الشربات لأنه فيه عصير الخضروات أو مثلا ممكن نشرب ماء جوز الهند تمام لأنه فيه معادن ممكن نشرب كمان لبن العيران فيه سوديوم، بوتاسيوم، أملاح هذه كلها بتساعد على امتصاص الماء بشكل أفضل وهو شو الشعور يعني هل هو شعور الارتواء؟ هو الكافلة يقل لي أني أنا متص الماء بجسمي وأنا مرتاح؟ صحيح، شعور الارتواء، يعني الدخول إلى الحمام، عدم تواجد الإمساك، عدم تواجد الصداع لأنه قلة الماء مرتبطة بالصداع ممكن كمان في بعض الأشخاص بتسبب لهم أوجاع بالجسم قلة الماء مهم هو اللي يعرفوها لحتى يعرفوا أنه يسمعوا لجسمهم لا يعرفوا شو ممكن تكون النائس صح، لأنه في كثير عالم ما بتشرب ماء، يعني ما بتحس بالعطش وهذا خاطئ لأنه كل خلية بجسمنا بحاجة للماء لتشتغل مصبوط وتطلع السموم من الجسم في بعض الناس بيتجنبوا الصحور يعني خلاص بيأكلوا وجبة الأفطار وما بيجعوا بيعوا بالليل إلى أي مدى برأيك يعني ضروري الصحور لا أيضا يعني غزائيا لحتى ما نشعر بهذا التعب أو قصة نشرب الماء يعني بهالفترة نعم هو يعني من يعني مثل ما بيقولوا من ذكرت بالسنة أو من يعني هالبراكتس من ما طلعت من ورشي لأنه هي عن جد مهمة للجسم إذا الواحد ما قادر يفيق على الصحور على القليلة ياخد وجبة بسيطة قبل النوم لحتى تعطي طاقة للضاينة للنهار التاني ووجبة الصحور يعني أكيد مش منائش مش كنافة مش أشياء يعني سريعة لا لازم تكون مثلا مركزة على البيض مثلا على البروتينات مثل البيض مثل الحليب مثل اللبن ممكن الأجبان ومركزة كمان على الألياف الخضروات لأنه هي حتى البقوليات الفول العدس الحموس لأنه هي رح تعطينا طاقة تمتد بالجسم تعطي شعور بالشبع لأنه مستوى السكر في الدم بيتعدل لما بناكلها المأكولات أما لما بناكل المأكولات اللي فيها سكر سريع الامتصاص حيصير الشي اللي حكينا فيه لهو هبوط السكر خلال النهار والتعب نعم غنوة أيضا في بعض الناس بيكونوا عم يتبعوا قبل رمضان حني غزائية معينة هل تنصعيون يتابعوا فيها ولا لا بيوقفوها خاصة وأنه يعني يأتي الشهر رمضان ما صار فيه تغيير جذري بأسلوب غذائنا وتناولنا للطعام هل أنا بنصح أنه الواحد يكون مأكد أنه عم ياخد من كل الفوت جروبس العناصر الغذائية ما يكون عم بنقص عنه أي مواد غذائية معينة فيتامينات أو معادن ما تكون هالحمية شديدة جدا أو قليلة بالسعرات الحرارية لأنه بنا نحضر جسمنا على فترة الصيام الطويلة وممكن الواحد لأنه مثلا ما بيأكل كفاية بشهر رمضان أو بيأكل أقل أكيد بطبيعة الحال كثير عالم تأكل وجبات أقل فهذا الشيء بتعب الواحد من بعد حمية غذائية شديدة لذلك إذا كانت الحمية متوازنة وصحية ما في مشكلة ولكن نتأكد أنه عم ناخد العناصر الغذائية المطلوبة لح خلنا نعطي المشاهدين دوزن دونس ماذا يجب ويعني شو يليزم نمتنع عنه خلال هذا الشهر شو بيخطر على بالك شو لازم نركز عليه وشو لازم نمتنع عنه طبعا مثل ما حكينا نركز على السوائل مع الماء مع الشوارد هذه كبداية دايما دايما الواحد لما بدي يبدأ الإفطار من بعد التمر من بعد مثلا اللبن ناخد شربة ناخد ماء دافية أو ماء تحرات الغرفة ناخد ماء بردي كتير لأنه ممكن تسبب تقلصات بالمعدة من بعد نهار من الصيام فتكون حرارة المشوبات دافية هون كتير بشدد كمان على الأكل البطيء والمضغ هيدا الشيء كمان العالم بتنسيه بناكل بسرعة بسرعة فبناكل كميات كبيرة قبل ما حتى نشبع نحس بالشبع وكمان الأكل السريع مرتبط بالمشاكل الصحية يعني ممكن يؤدي مع الوقت إلى زيادة وزن ممكن يؤدي إلى عدم تحمل بعض الأطعمة ممكن يؤدي إلى مشاكل بالجهاز الهضمي الأشياء اللي نحن ما بدنا إياها خلال هالشهر فإذا المضغ البطيء عدم شرب كترة المي مع الأكل لأنه كمان هذا الشيء بيضاعف حمض المعيدي وبيقلل من عملية الهضم دايما نبدأ بي يعني قبل ما نبدأ بالرز أو مثلا بالبطاطا أو بالنشويات دايما نبدأ بالخضروات من ثم البروتينات وآخر شي نخلي النشويات ليه؟ لحتى نتأكد أنه ما عم يعلى عننا السكر بشكل سريع خضروات والبروتينات بتعمل مثل نوع غلاف على الجهاز المعدي بتمنع امتصاص السكريات بشكل سريع وبالتالي الواحد بينظم عملية السكر في الدم وهذا الشيء مع الوقت بيساعده أنه ينزل وزن فحتى بيومنا العادة إذا الواحد بيتبع هذه التراتبية بالأكل بيحمي حاله من كتير مشاكل مرتبطة بارتفاع السكر في الدم فإذا ليس فقط تناول الطعام كيفية تناول الطعام شو قبل شو؟ مية بالمية رح يفرق كتير يعني بالنتجة كتير بيساعد شو منتجنب؟ أنا شفتي كيك طلعت على صورة اللي كانت قبل تبعولي الحلويات والحلويات المقلية كمان أي طبعا شو لازم يعني هي الزيوت المقلية هي زيوت يعني بتزيد الالتهابات بالجسم ونحن هدفنا من شهر رمضان تقليل الالتهاب يعني خاصة مثلا نحكي عن الأشخاص اللي عندهم أمراض بناعية مثل اللي عنده مثلا الغدد مثل عنده الأرترايتس مثل عنده التصلب الويحي يعني الصيام بيساعد على تقليل الالتهابات فنحن لما عم نجي ناكل هالمأكلات وفيها سكر هي عم بتزيد الالتهابات فأكيد الامتناع عنها بشكل يعني مباشر كتير مهم تعويض بالأغذية اللي فيها عن جد منفع للجسم يعني مثلا الخضروات الصليبية مثل الزهرة الملفوف الفجل الجرجير هذي فيها كومباونز أو مكونات بتساعد على تخليص الجسم من السموم والمعادن الصقيلة استعمال البهارات مثلا الكركم الزنجبيل عندنا كمان التوميات البصل كلها هذي مفيدة للجسم فيها مواد مضادة للالتهابات للفيروسات للبكتيريا مثلا نستعمل الفاكهة الحمراء مثل الرمان التوتيات اللي هي كمان فيها مواد مضادة للأكسدة ونفع للجسم يعني أكيد الخبز على أنواعه على أشكاله يعني بتحسي مهما تنوعت مثل ما بيقوله الصفرة دايما فيه للخبز هيك مكانة وبعرف في ناس عندهم علاقة عطفية مع الخبز أكتر من أنه فقط للغزاء كيف منتعامل معه خلال هذا الشهر؟ هو مفروض الواحد إذا عنده رز عنده بطاطا يعني عنده نوع نشويات ما يرجع يزيد كمية نشويات من الخبز يعتمد بس على نوع واحد وفيه كمان الواحد يتعود إذا لابد منه يجرب يأكل بالخس أو بالملفوف يمكن مع الوقت يصير من عوايده أنه يتناول خضروات أكتر والاستعادة عن الخبز إذا ما فيه أي نوع نشويات تاني أكيد مننصح أنه فيه واحد يأكل كمية بسيطة ونوعية الخبز بتفرق طبعا نحن بدنا الخبز اللي فيه حبوب كاملة أو هلأ عم نسمع كثير عن الساوردو براد اللي هو الخبز المخمر اللي هو الخبز اللي فيه بكتيريا نافعة ونحن كمان هدفنا خلال هالشهر ننمي البكتيريا الجيدة بالأمعاء فالخبز المخمر أو الساوردو هو من هالأنواع الخبز ولكن كمان بيضلوا خبز ما فينا كل كميات كبيرة